معنا مصطفى بيدودان كيف تشوف مواجهة المقبلة بين الويداد والجيش؟ فأنا أعتقد بأن مقابلة قوية كلاسيك ودائما تتواجد بالكاتير فأنا أعتقد بأن فريق الويداد أحسن الحالات دياره بعد الفوز دياره على فريق الرجاء البداوي فأنا أعتقد بأن اللاعبين كلهم يحسن المسؤولين وعاف شنو تابعهم أنا كنقول له تفرج بجمع المقابلات بأن الويداد هذا العام سيقول الكلمة ديارهم إلا ما كاش واحد غرور منهم لكن كان أعتقد بأن اللاعبين عندهم تجربة كبيرة مثل بالرابح، مثل النقاش، العمراني اللاعبين عندهم وزن ديارهم فريق الويداد البداوي ويجال بأنه معناوية مصفية، سيكون لعبوخ مدينة الخميسس، ويكلوك، ديارهم فريق الجيش الملكي كان أعتقد بأنه نتائج لكي حق مؤخراً ما كتب الشرش بالخير يعني تغييرات عدة، يعني لاعبين تركيز مشتات، فهذا أعتقد بأنه سيكون لإستغلت نقطة لكي يقدر يمتصف هذه المقابلة، لثني معناوية مصفية في المدينة زيادة عدد بأنه طرق الجيش الملكي غادي لعبخار، تقاوية دياره، يعني في مدينة الخميسس فهذا أقول له، ولكن كتعف بأن كل القدم لا تخدعش دائماً منطق، فما شيء دائماً فهذا أعتقد بأنه سيكون مليئة لفرق ودائد بسطبيقات من الفرق التي ترشح للنفوز باللقاء؟ فهذا أعتقد أن الحد الآن لم يقبلون بأنه تقريباً جميعاً ترسيب ترسيب ثمانية الفرق، يعني ترسيب تقريباً متقارب يعني تروا بواند و بواند و بواند و بواند، كتعرفين أنه في البطولة دينا فكل شيء ممكن، فأعتقد بأنه نازل ما العرفوش حترل للنصف الشطر الأول من البطولة وكان أعتقد بأنه السراع ما غادش يمشي على فارق الويدال البداوي وكوكب المراكوشي إذا بقى غدي في هذا الخطة سعودي ومغرب تطواني وفي هذا المنسل فارق الرجال البداوي اللي اكتوى العملي فتعطانا واحد مثل بأنه رغم نشأ السربية فكان غدي يفوز باللقب تالآخر دورا فأعتقد بأنه هذا دروب عفا ولا غدي يبقى في السراع البطولة ما هو الجديد من المستطفى؟ فأعتقد بأنه نخده على دورات كوينية يعني رخ صاباء في مولاي رشيد مع حرمت الله وطاقم تقني ديالهم خاليد موحيد معهم عمار طانجا معهم أطر اللي صرحة حميد الورقاء نسني عندهم تجربة طويلة في هذا الميدان لأني علمت النبي أسبوع الماضي كان درس 11 تجربة للعباء لو موجود فيه هم امتل قرقوري، امتل حاصل نادر، سفري، بنشريفا، قائمة طاولة لقد كثرت في الوطنية لقد وقضت في العباء يجب أن يأخذوا أطرق سادة التسخيل لهم أنهم ينظروا في المدى التدريب وكعتقد أن المستقبل الكورة الوطنية لا خوفة عليه فضل الاهتمام بهذه الأطر التي صراحة أنه لعبين كبار دون زرق في الكورة فلازم أن الكورة الوطنية تستفيد منهم وهذا هو التكل اللي دخل فيه الجامعة لأن اللاعبين البروفيسيوني فهما لديهم الأولوية أما الناس مثلا كنت شوفنا نصف جمام ملانج باللاعبين المحترفين لديهم اللاعبين اللاعبين في المغرب والدوء الأرقاب وكأن الناس الذين لا يقومون بشكل مع المشكلة بكورة القائد يجبون بكورة لكن يكونوا خدمين شركات أساسي ذات الرياضة حتى أهمهم معنا لكن مجرى حرمط الله في الكفاءات التي تكون في هذا التسطيج هذا وفعل أنها تشكل كله رغم أنه كان بعض المشاكل لكن كنت أعتقد بأنه طاقم محترف في المستوى كنت أعتقد بكورة القائد والدكتور حرمط الله ومن ثماني ذاته هو تباك الله بروف كنت أرى أنه ندر في قطر يعني الكوشي كيشهد بهذا الشكل فجاء نتعاون معه وخصنا نتعاون معه وخصنا الناس المسؤولين حتى هم يتعاون مع تسيدي أنه وجاء كي يتم باللاعب المحترفين واللاعب المحترفين واللاعب التوريين فما علينا إلا أن نكون معه قلبا وقلبا لكي نرى المشروعه لأنه في صالح قراط قدم موطني لم تكن توجد أطلاق البلاد البيداد الرياضي؟ وكيف ترى البيداد الرياضي؟ لم تكن توجد أطلاق أصدقائي لأنه ليس لديهم كان من رابح العمراني فالبيد صراحة أحسن البيداد والي شاهدته واللاحظت خلال المواسم هذه والفريق الفريق في المقابلة كان أخذ جميع المستويات جميع الخطوة لا دفاع ولا دوجو مولمو الدير فكان فريق في المستوي وكان أعتقد أنه نتيجة الانتهت بها واقعية لأنه فريق رجع بضنوب كم المرحب فريق نتمنى أنه لديه لأنه فريق عنده مكانه داخل بطلة وطنية بطولة بدون فارق رجاء بيداوي فما كانت بطولة فربما هذتي بقادير كان قاموا مقابلة في كرة القدم فكانت تقديم أنه اللي كان أقوى اللي كان حضوره كان مركز جيدا فهو اللي في ويدا البيداوي وخدر المقابلة بواحد الجدية وبواحد صارة محصل آخر دقيقة فعاني أن فارق البيداوي وحد أخر فارق رجاء بيداوي خلال دورة القديمة